ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد فإن علم الله أنه من شيعتنا إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان فإن علم الله أنه من شيعتنا إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا إذا لم يكن من الشيعة الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يكبر يكون مأبونا أن يكون منكوحا أنا كنت حاسس بكذا الكلب الحيوان قال لي للأدب الواطن